السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي في قناة قرابوتي أتمنى إن شاء الله أن تكونوا في أفضل حال وصفة اليوم إن شاء الله وصفة رائعة ووصفة ممتازة لتنعيم اليدين وكذلك لترطيب اليدين كانت طلبتها مني إحدى متسبعاتي فعني بالنسبة لليدين المتضررة من مواد التنظيف فإن شاء الله هذه الوصفة رائعة لليدين تقوم بترطيب اليدين وكذلك بتنعيم اليدين وفي نفس الوقت يعني مغدية ورائعة للبشرة كما ترون فمكوناتها مكونات رائعة للبشرة لدينا زيت الجريسيرين ويمكن تعويض زيت الجريسيرين بأي زيت يعني زيت زيت زيتون أو زيت الخروع أو أي زيت لديكم أو زيت أو زيت اللوز كما ترون لدي فازلين يعني يستحسن أن يكون فازلين الأصلي كما ترون هذا النوع يستحسن لم يكن متوفر كذلك يمكن استعمال فازلين العادي ولكن من المستحسن استعمال هذا النوع الأصلي كما قلت وكذلك لدينا الكريم الجريسيرين كذلك فالكريم الجريسيرين رائع لترطيب اليدين صراحة هذا الكريم رائع ليدين يعني استعماله فقط لوحده رائع ليدين فأنا اليوم إن شاء الله سأستعماله مع فازلين وكذلك مع زيت الجريسيرين ويمكن كما قلت استعمال أي زيت لديكم الآن إن شاء الله سأقوم بتحضير هذه الوصفة أحتاج إلى ملعقة من الفازلين كما قلت يعني استحسن أن تكون فازلين أصلية فهي رائعة لترطيب اليدين وكذلك ملعقة من الكريم الجريسيرين وكذلك زيت الجريسيرين ملعقة صغيرة وسوف أقوم بخلطي الجميع حتى تندمج لنا هذه الخلطة جيدا مع بعضها ونستعملها كل ليلة يعني عند الانتهاء من غسل المواعين يعني نستعمل هذه الوصفة على اليدين وننام بها فهي وصفة يعني رائعة ليس فيها أي رائحة يعني هي رائحتها يعني رائعة فالكريم الجريسيرين رائحته رائعة وكذلك زيت الجريسيرين ويعني الفازلين فكما قلت نستعملها كل ليلة عند النوم وفي الصباح إن شاء الله نقوم بغسل اليدين فصراحة هذه الوصفة رائعة بالنسبة يعني للنساء التي لديهن حساسية من مواد التنظيف أو التي يعني يديهم تكون يعني خشنة يعني في هذا الصيف في هذا الفصل فصل الشتاء فإن شاء الله وصفة رائعة وسوف تنفعكم أتمنى إن شاء الله كما قلت أن تكون قد نالت إعجابكم ولدي طلب لايك يعني أي يعني لو دخلتم يعني للفيديو أتمنى يعني لايك للفيديو وكذلك لا تنسوا الاشتراك معي في القناة إن كنتم أول مرة ترون قناتي وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله